الرابع والعشرون أكتوبر يوم الأمم المتحدة مناسبة لتسليط الضوء على الميثاق الأممي الذي يعود لأربع وسبعين عاما مضت وثيقة تاريخية لا تزال إلى اليوم مرساة تحتكم إليها الدول في سياق جيوسياسي مليء بالصراعات وانتهاكات حقوق الإنسان ميثاق الأمم المتحدة في تفسيره للأوضاع أصبح عاجزا وعجزه ارتباط بسيطرة القوى الغربية خاصة بولئة المتحدة الأمريكية على القرار لمدى عقدين أو ثلاث عقود القوى الفاعلة الكبرى مثل بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الصوفيتي هي من تدفع الحصة الأكبر في ميزانية هيئة الأمم المتحدة ومصلحتها تقتضي الإبقاء على الوضع القائم منظمة تكرس لسنوات عبر أجهزتها هيمنة القوة الجزائر ومن منطلق إيمانها بمتل السلم رافعت في عديد المناسبات لصالح العدالة والتمثيل المناسب لجميع قارات العالم ضمن الأمم المتحدة يقتضي تجديد ما صار وحوكمت منظمتنا التأكيد على الدور الأساسي للجمعية العامة جمعيتكم للأمم المتحدة وإضفاء المزيد من الديمقراطية على مجلس الأمن ويوفر الإطار الذي عكف عليه الاتحاد الإفريقي لإصلاح مجلس الأمن إطاراً جديراً بالاهتمام كما تبقى الجزائر مستعدة للمساهمة الفعالة في هذا المصار نظرة الجزائر الإصلاحية لأجهزة الأمم المتحدة وعلى رأسها مجلس الأمن يأتي في السياق متقل بالأزمات فعديد الملفات لا تزال إلى اليوم تبحث عن حلول تحت غطاء أممي دماء الفلسطينيين، حلم الصحراويين، وحدة ليبيا، استقرار سوريا والإنسانية في اليمن عنوين فشل أممي واضح مشروع الجزائر تمحوراً أو كان فيه خمسة محاور أساسية أنه مراعاة الجوانب الجغرافية توسيع المجلس الأمن من حيث العدد كذلك ربط العلاقة أو إعادة النظر في العلاقة الموجودة ما بين مجلس الأمن والجمعية العامة وكذلك إعطاء إفريقيا حق التواجد بمقعدين دائمين ومقعدين غير دائمين ضرف عالمي صعب يفرد على الدول أكثر من أي وقت مضى توحيد الجهود لإصلاح الأجهزة الأممية إصلاح يحافظ على السلم والأمن في العالم ويضع الإنسانية وحدها في قلب الأمم المتحدة